هؤلاء التلاميذ مقبلون على اجتياز امتحان شهدات التعليم المتوسط بعد أيام قليلة فقط وبالنظر لأهمية هذه الفترة المتبقية يسارع المؤطرون لاغتنامها في التحذير البداغوجي قدت أن هذه الفترة قصيرة لكي نجد شهد التعليم المتوسط وذلك كانت ندير الفترة صحيحة نتعلم بزيحة فيس كنا نغلط فيهم إن شاء الله ما نغلطش فيهم كانت صحيح البارح صحنا عربية، تربية إسلامية ومدنية كانوا نقاط في المستوى وفي التصحيح اكتشفنا بزاف أخطاء منهم اللي راح إن شاء الله نحسنوهم في البيان التصحيح ضروري ضروري جدا لأنه في بعض الأحيان لاحظوا باللي المشكل ماهوش في اكتساب المعلومة العلمية وإنما في طريقة الإجابة وفي التركيز الفترة هي أهم فترة في السنة لأنه فيها راح تسترجع المعلومات ماكش حتكتشف وثبت المعلومات وتزيد النقائص نحن الهدف منها تصحيح أنه نشوف الأخطاء نوقف على الأخطاء لصلاة للتلميذ ونحاولوا بإذن الله هو أكيد هم جايين دورس أخرى لدى الحصة الواحدة تصحيح ما تكفيناش هم جايين إن شاء الله حصة سادام إن شاء الله نعاون بهم طالبات عنا وتلاميذ تعنا بشي نجحوا في الشهادة مادة الرياضيات كما عن بلكم هو مشكل عالمي العالم كامل عندهم مشكل في مادة الرياضيات لكن بإذن الله بإذن الله نحاول أنه نرفع من المستوى التلاميذ ونحاول نحقق أحسن نتائج بإذن الله بالمقابل هناك تحذير نفسي لا يقل أهمية عن التحذير البداغوجي فالمختصون يتفننون في طرق تخفيف الضغط والتوتر على المترشحين في هذا الخوف تعلق الإمتحان وخاصة في نهاية السنة هو خوف طبيعي نحن عندنا القلق الطبيعي للاختبالات نحن المرافقة النفسية عنها للتلاميذ ستكون منذ بداية السنة كاين تلاميذ سيكون تنسيق بيني وبين الأساتذة فيما يخص هذه الفئة اللي يرصدوا فيها الأساتذة أنهم هذا التلاميذ تراجعوا مثلا في المستوى الدراسي يعطوني القائمة على التلاميذ أنا راح نستدعي هذا التلاميذ مستشارة التوجيه تمدلنا نصائح تنحينا القالق الطاوتور يعني قبل الإمتيحان تمدتنا تلك تقنية في الحيصص الأشهدية اللي كانت تقدمها منا كنت بحاجة لهذا الحيصص لخاطرش قبل من ديروا هذا الحيصص كنت بزاف خايف وكنت بزاف من توتر عطتنا توجيهات كانت هي لنحاتنا التوتر وستفدنا منها بزاف قبل اختبارات كان عندنا خوف منهم كثيرا وكما هو مقرر الأبواب ستكون مفتوحة لكل من يرغب في المراجعة النهائية من المراجعة؟ زيتم مفتوحة أيام السبت الخاميس الثلاثة في فترة المسائية وتبقى الأسبوع الجن مدة 15 يوم قبلها شهد التعليم المتوسط لأنها بقت ساعات ونقلوش أيام نقلوه ساعات حتى يستطيع الأستاذ أن ينجز عمله وحتى المرافقة النفسية مع التلاميذ لحتى يتحصلون على نتائج مرضية اقتربت ساعة الحسم التي تحدد مصير الألاف من المترشحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر